اناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح مشروع إكيا البحرين وبهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو ولي العهد على تفضل سموه برعاية حفل الافتتاح الرسمي لهذا المشروع منوهم عليه بما تشهده المملكة من تنمية وتطوير على مختلف الصعود تجسد رؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومساندة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم وقال معالي خلال الحفلة الذي حضره عدد من كبار المسؤولين والمدعوين والذي أقيم في مقر الشركة بمنطقة سلماباد صباح اليوم إنه من دواعي سرورنا أن نشهد الافتتاح الرسمي لأكبر وأحدث معارض إيكيا في المنطقة بعد أن شهدنا حفلة وضع حجر أساسه في أكتوبر 2016 ليكون هذا المشروع أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها أن تساهم في توفير حلول التأثيث المنزلي لا سيما مع تنامي العرض والطلب على المشاريع السكنية الخاصة أو تلك التي تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان في المدن الجديدة وأكد معالي أن حرص كبريات الشركات ذات الاستثمار الخارجي على التواجد في البحرين يعكس فاعلية ونجاعة السياسات الاقتصادية الحكومية المستدامة والتي تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على متثمتع به المملكة من مزايا تنافسية جاذبة للاستثمار وقادرة على تهيئة البيئة الآمنة المثلى المرتكزة على النظم التشريعية والقانونية فضلا عن مواصلة تقديم المزيد من التسهيلات وتابع معاليه قائلا وفي المقابل فإن وجود مثل هذه المشاريع الاستراتيجية في البحرين سيحسن من ربط المملكة بالأسواق الإقليمية والدولية من جهة بخاصة مع المتابعة المستمرة من اللاجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد لتطوير البيئة الخصبة للنمو وما يتضمنه ذلك من مواصلة رفع مستوى الخدمات والإجراءات بما في ذلك تحسين إجراءات وأنظمة الجمارك وإصدار التأشيرات كما ستعمل هذه المشاريع من جهة أخرى على خلق فرص عمل نوعية للبحرينيين في قطاع التجزئة بالقطاع الخاص كما عرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله عن شكره لمجموعة غسان أحمد السليمان لتجارة المفروشات الشركة السعودية صاحبة الامتياز في المنطقة لشركة إكيا الأم ومقرها السويد على اختيار مملكة البحرين لتنفيذ مشروعها الذي يعد الأكبر والأحدث على مستوى المنطقة متمنيا للمجموعة ومنتاسبيها وجميع العاملين فيها كل التوفيق والنجاح وخلال الحفل ألقى السيد سعود سليمان الرئيس التنفيذي لشركة إيكيا السعودية والبحرين كلمة أعرف فيها عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تفضل سموه برعاية حفل الافتتاح الرسمي لشركة إيكيا البحرين وقال سليمان لقد كان قرار التوسع في البحرين سهلا نظرا لتمتع مملكة البحرين باقتصاد نابض بالحياة وبيئة مرنة وملائمة للأعمال التجارية بالإضافة إلى التاريخ الأخوي المشترك الذي يجمع بين بلدين والعلاقات الثنائية الراسخة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والتي تزداد رسوخا على مر السنين وأوضح أن إيكيا البحرين التي تعرض أكثر من ثمانية ألاف وخمسمائة منتج توفر أكثر من ثلاثمائة وعشرين وظيفة مباشرة في الاقتصاد المحلي وتبلغ نسبة العاملين البحرينيين في المعرض حوالي ثمانية وستين في المائة لافتني لأن استراتيجية التوظيف في إيكيا تقوم على ثلاث أولويات استراتيجية وهي البحرنة والتوازن بين الجنسين وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة هو تفرد مستحق نالت من نصيبه الوافي السياسات الاستثمارية التي أبدعت في انتهاجها المملكة لتكون هذه الأرض الاستثمارية حاضنة لمسجر إيكيا للتجزئة في مجال المفروشات وهو أكبر فرع تضمه البحرين بين مختلف فروعه على مستوى المنطقة وسيستقبل هذا المسجر زواره بمنتجات ذات جودة تتلاءم مع الحياة العصرية وبأسعار تنافسية في متناول الجميع إيكيا يعطي دفع جديد لهذا القطاع إيكيا من الأسامي المرموقة والمتميزة ويشجع يعطي القطاع كله دافع أكبر للتنافس وتقديم الأفضل من الخدمات والمنتجات أيضا وجود هذا الاستثمار في الاقتصاد البحريني يعد خطوة واضحة على ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار في مملكة البحرين عندنا 66% من وظائف هذه من البحرينيين الوظائف اللي خلقناها اللي هي غير الوظائف اللي في المعرض ما يقارب 600 فمحمد الله هذه من جزئية خلق الوظائف جزئية ثانية أعتقد أننا نقدر ندعم برضو الماركت في تأتيت المنزل أعتقد أن هذا السوق في تأتيت المنزل سيكون لي حجم أكبر مستقبلا إيكيا البحرين مشروع استثماري سيجذب معه متنوع الفوائد والمكاسب التجارية فهو من كانت له ثلاث أولويات رئيسية لاستراتيجية التوظيف وهي البحرنة التوازن بين الجنسين وتوظيف الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة حيث ساهمت إيكيا البحرين بوظائف مباشرة في الاقتصاد المحلي أشيد بإدارة شركة إيكيا على توجهها بالاعتماد على العناصر الوطنية المؤهلة في مملكة البحرين ورفع نسبة البحرنة إلى أكثر من 66% يعني حوالي ثلاثين من الموظفين هم من الكفاءات البحرينية وخاصة في الوظائف الإشرافية والوظائف الإدارية العليا الحقيقة نرحب بتوجه المستثمرين ورجال الأعمال للاعتماد على العنصر الوطني وتعاونهم في برامج التأهيل وبرامج التدريب وبرامج الاستفادة من التسكيلات الممنوحة من الحكومة لتأهيل وتمكين البحرين من تولي القيادة وتولي المناصب المختلفة في الشركة تبلغ مساحة إيكيا البحرين نحو 37 ألف متر مربع وتقدم إيكيا لعملائها مجموعة واسعة من الخدمات المريحة وأكثر من 7500 منتج مع 50 غرفة مجهزة تبرز تصاميم إيكيا الملهمة فضلا عن ثلاث مساحات تبرز نماذج لتصاميم منزلية داخلية التصميم الجيد هو الجمع الصحيح بين الشكل الجودة الوظيفة والسعر المنخفض وهذه استراتيجية لطالما انتهجتها إيكيا الشركة الرائدة لصناعة المفروشات لتبقى المنتجات مبتكرة إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين